جانا ليكم تاني عزيزان مشاهدين في كل مكان اهلا ومرحبا بكم مجددا وفي البداية احب ارحب في الفقرة دي مع الاستاذ حسن بسيوني صاحب فكرة كيف تصنع اثنين مليون جنيه من الف جنيه اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك رزيز محمد اه استاذ حسن يعني فكرة حضرتك ان عايز توجه رسالة للناس بان ازاي الالف جنيه هيبوا اثنين مليون جنيه فعزيزان اعرف منك ايه الفكرة جيت ازاي او بديت ازاي بداية الفكرة جيت من ايه والله حضرتك يا الفكرة بدأت من سبع سنين حاولت ان انا طبقها 2018 بس ساعة ما جيت اطبقها يعني يعني اخترت الدار الاول اللي هو الاماكن اللي انا افتح فيها المشاريع بتاعتك لما اخترت بقى الدار قبل الرجال كان في الوقت دوت ما فيش رجال يعني ولا يدين خالص وانا رحم ربي طبعا ما كل واحد بيدور على مصلحته مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي بعد ساعتها ديت في 2018 طبعا حسرت المبلغ ضخمة جدا عشان ما لقيتش عمالة بيت طبعا عامل زي النحلة شغل هنا شوية هنا شوية شوية لواحدة خالص فيش اي حد واقف معايا ساعتها بعد ما خسرت طبعا المبلغ اللي انا خسرتها ديت بتاعت ان انا اجمع اوراقي من تاني واشوف انا ايه اللي كان نقصني اه بحس ان انا اخلي الموضوع بتاعي ناجح اخترت دلوقتي الرجال قبل الدار ابتدت ان انا لفة على المحافظات محافظة السهاج اه شطورة عرب اخواج اه محافظة انا اه مركز ديشنة السمطة اه رجالة لدي خط الصعيد كله اه الناس اللي هي عندها مبادئ وعندها اصول عمرها في حياتها ما تتغير لسه بالجلبية لسه باللهجة لسه بالاسلوب لسه بالمحبة لسه بالصدق الكلمة واحدة الكلمة واحدة ما بتتكررش واسوان طبعا اسوان دي هي بالنسبة لي يعني بلدي يعني اللي هي مصر بقى اللي هي جمهورية مصر العربية بقى اسوان دي بشعبها كله انا مناسب من هناك اه زوجتي طبعا عايشة من زمن الزمن من التامنينات هناك واولادي برضو هناك ونسايب هناك وعيال خال هناك ودنيا جميلة يعني وخلاتي وخلاني وكده طب كنا عايزين نبزة مختصرة ايه هي عبارة عن الفكرة يعني الفكرة ايه عبارة عن ايه والفكرة دي جاتك ازاي وعملتها ولا لسه تطبيط ولا لسه بصوا حضرتك انا طبقتها يعتبر انا يعتبر خلصت اللي انا بكتب فيه دوت يعتبر بقى اللي شهرين محدش يعرف عنه اي حاجة حتى زوجتيه بس الفترة الاخرانية دي طبعا انا كنت عصب جدا لدرجة ان انا كنت بدور في كل البلاد دي كلها بجد كان موضوع صعب جدا 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 ان انا لقى رجالة بجد يعني رجالة بجد ان انت تصق فيه ان هو يبفرد منك انت لان الموضوع اصلا اساسي عبارة عن جمعية الجمعية دي عبارة عن اربعين راجل راجل اربعين راجل كلهم قلب رجل واحد كلهم خايفين على بعض كلهم بيدوروا على المعايش وكلهم ناس صدقين جدا 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 يعني اللي هو تديله خلاص زي لديتنا نفسك بالزفر وانت خلاص كونت الاربعين فرض دولك ولا لسه كونت بس مش مش في القاهرة او في الهليوبية كونتهم في المحافظات اللي هي لقي فيها الصدق الفكرة بدأت فيها بدأت تعمل فيها بالفعل وتم تنفسك او خدت اماكن واتكلمت مع الناس طبعا احنا غاد الوقتي لسه ما نعرفش هي عبارة عن ايه الفكرة والاربعين يعني الاربعين المساهم هي هي عبارة عن مساهمة كده اه هو بمتوسطات كل الحسابات اللي جاية دي كلها والارقام والاصفار اللي هتلاقيها على الال عند حضرتك هتلاقيها بمتوسطات يعني انا كنت اعمل المتوسط بتاعها من تلاتين لخمسين اخترتين لاربعين تمام ماشي كده؟ يعني يا ممكن اصدك تزيد عن اتنين مليون بكتير بكتير على حسب الرجال اللي موجودين اللي انت تقدر تجمعهم بسرعة يعني انت جمعت مية اعمل مية هتلاقي معلش لو انت جبت تمانين اللي اتنين مليون دوله هيب اربعة الطبيعي طب احنا برضو ما نعرفش يعني ايه هي انت بجمع رجال وخلاص اعظم نعرف اعظم نعرف الفكرة ايه الفكرة اول حاجة اللي هي طرح تعالى بالي ان انا اخب مكان مثلا ممكن يبقى في بيتنا ممكن يبقى في اي مكان تاني في دور ارضي اه المكان دوت انا بعمل له سجل تجاري وبتاقى ضربية وبعمل له مشارع مشغال قانوني اه حضرتك مثلا انا اعرف محمد ومحمود واسلام ناس كلها يعني كويسها يعني اه الناس ديت كل واحد انا باجي بقوله انت مثلا الجماعية دي اعتبر جماعية سنوية يعني محدش يسأل في اي شهر غير بعد السنة الجماعية ديت انت بتدفع فيها كفرد من وسط الاربعين دول بتدفع فيها الف جنيه كده احنا بنلم كم مثلا كل شهر مثلا اربعين الف جنيه الاربعين الف جنيه بتريت ان انا امر على المحلات وبتريت ان انا امر في الاسواق والاماكن برضو اللي انا ممكن الاقي فيها الحاجة دي تيبقى مناسبة ان هي يتفتح فيها مثلا وليكن بداياتا مثلا ان انا فاتح سنترال بقى ل 15 سنة دوت مجالي خلص انا شربته وعرفتي بيتجاب منين الحاجة و جملة الجملة منين والتجار وتعرفت على وكيل برضو محترم جدا 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 اسمه استاذ احمد دوت منسواق كان عايش في البحرين دوت سند معها جامد جدا 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 بالنسبة للعينات شغال في منتجات المنتجات ديت انا ما شفتهاش في اي مكان في مصر خالص زي مثلا حاجة زي الواصلة اللي هي ضمان السنة ديت والجودة بتاعت الاربع متر فيها زي المتر بالزبط بيقول لي لو الواصلة ديت عند اليوم التلتمية اربعة وستين وبازت ترجع فدي مصداقية موين لي بحاجات كتيرة جدا ده بداية يعني من اول مشروع ان انا افتحه هو السنترال تكلفة السنترال طبعا لما جيت عملت جاردن اللي موجود عندنا ليته لا يتعدى السبعة وعشرين الف جنيه قلت طب مش مشكلة السنترال ادعمه بحاجة كمان تزود دخل المكان عشان خاطر برضو اطلع بالفايدة اللي هي وليكن متوسطة خمس تلاف جنيه اخر الشهر بعد العمالة الفايدة ديت مثلا انا قلت اجيب مكان التصوير اجيب مثلا بعض منتجات مايوي استاذ ايمان طبعا بيدعمني بيهم اه استاذ ايمان ده فتح محلات ما شاء الله عليه يعني في الديمرداش وفتح فروق كتيرة جدا اه بيدعمني بالحاجة ديت بدون اي مقابل خالص ان هو ان انا هو يشغلني بس بداية المشروع ان انا كده ما معيش انا بدفع بس الالف زي الاربعين بالزبط انا زي يوم بالزبط شبعه هو بس عشان يعني هو قصة انت بتتكلم دلوقتي عن قصة سنترال هل المشروع اللي انت بتتكلم فيه انه هو مش مشروع واحد. هو هو بس انت بتختار المكان في المناسب. اه. تفتح فيه مش شرطي بس انتران ممكن يبقى سور مركز. انا عايزين نفسه مختصرة وبعد كده اشرح لنا عشان بس اشتتساد المشاهدين مع انا ما يجي. اوكي. هو اللي انا فهمه كمان منك ان الموضوع هو اه المشروع يعني عبارة عن اه منتجات معناسة زي انت قلت كده بس عن وصلات حاجات مصين. لأ مسلا. اه. وحاجات منتجات مروي. بتكلم حضرتك ان الاربعين دول كلهم مشتركين في الرأي مع بعض. فيهم هتلاقي محاميين. فيهم هتلاقي صحفيين. فيهم ناس هتلاقي. يبقى اول خطوة اللي هو تأسيس شركة مساهمة من اربعين فرد. الله يعني. دي اول خطوة. تاني خطوة تشتغل في اي حاجة. سواء مثلا منتجات. انا اللي مختار الحاجات بالترتيب لان في اخر حاجة فيهم خالص. اللي هي العشرة دي. هنتكلم فيها في الاخر خالص. اه اول مشروع دوت انا عملته كسنترال. بحتاج فيه مسلا سنترال وسيونة ومايوي وممكن مسلا بعض الملابس. بيدعم فيه كزا حاجة بحيس ان يجاز معك. مشروعته جاي متكامل يعني. اه متكامل. اه وخداماتي كمان ممكن تحطي جهاز كمبيوتر تعمل خدامات اللي هي بتاعت العمالة غير منتظمة. تعمل بطاقة التوميل بدل فائد. الحاجة دي كلها تشاركها في الموضوع. طيب خلينا سيلك سؤال برضو يعني انت بتقول معاك يعني فريق بتاعك مسلا متوسطة واربعين اه واحد. لربينا هتضماناتهم ايه معاك يعني انت بتروح تقول له واحد انا اخد منك الف جنيه في مقابل ان اعمل لك كزا. ضماناته ايه عندك? ايه ضمان عندك مقابل للف جنيه. اول حاجة خلص الضمان بتاعهم هو ان هم رجالة. دي يعني فيه مصداقية. يعني عشرة. بس بش. حضرتك انت معلش انا كفاتح سنترال ممكن من غير ما تاخد بالك ان انا معلش بقبلية رؤية ونظرة في الناس كلها ان انا بعرف سرك. سرك وسر بيتك وسر ده دور المحامي بقى. مش عايزين واحد يطلع يجمع اربعين وياخد فلوسه ويكوته. لا انا مش عايزين موقت اللي هي المفروض. انا هسيب لحضرتك العشرة في المية اللي هو ان انا هقول لك التسعين ومش هقدر اقول لك العشرة في المية عشان انا المصمم ده بتاعي. واحنا ليه ليه بنقول حضرتك كده ان الدمرات وكده. تمام تمام تمام. لان طبعا تعرف مشاعر النهاردة تلاقي واحد نصب على مجموعة من الناس مبلغ وكاش بيهم. عايزين نطمن الناس يعني. الناس اللي انا مختارها. معلش انا في المربع بتاعي. معلش احنا بيوتنا بنيين من التمانين. معروف جدا بيت الحج بسيون الصماتي. معروفة عيلته معروفة بدنته معروفة كل بياله. يعني انت مسلا بتوه بالمشروع دوت مسلا لرب اسره عيلة كبيرة يجمع مسلا ربعين فرد من العيلة. الله ينهو يعالي. الله ينهو يعالي. اللي هو لو انت عايز تختصر. انا عايز الخطوط العريضة وازنب النجاح. اه بس انا مش عايز العيلة. انا عايز باشا اللي ما معهوش. طبعا. عايز انا التعبان. عايز اللي هو معلش. لو التعبانين كتير ما تلاش يعني. مش قادر يتجوز. عايز معلش اللي مش قادر يتجوز. عايز اللي معلش اللي اللي تخرج. وقعد خمس ست سبعة تمانسين. ما باليد حيلة. اللي شغال شغلنا مش بتاعته مش رضع عن نفسه. طيب. عائد الالف جنيه اللي اندفع ده هيبقى امتى? يعني ان هدفع الف جنيه. سنوي ما هي حضرتك انا قلت لك انها دي جامعية سنوية. يعني انت ما تتكلمش معي غير بعد السنة. نكمل تاني مشروع. اه. اول مشروع ده حضرتك هيشتغل فيه هيفتتفتح اربعة وعشرين ساعة. اه المشروع ده اول طبعا العمالة اللي فيه لا تقل عن لو انت هتفتح اربعة وعشرين. في الوردية الواحدة تلات تلات اشخاص. تلات اشخاص يعني انت بتتكلم على ستة. الستة دول اصلا هم اكتر ناس في احتياج للمادة. اللي هو انا هديله مرتب واخص منه الالف جنيه من غير ما يحس هو اديله الباقي. لو انا هديله الفين اديله الف. لو انا هديله الفين ونص هديله الف ونص. لو انا هديله تلاتة من غير ما يحس. انت كده اتخذت منك من ستة انفار اتخذت منك الالف من غير ما تحس. يعني انا شغلتك وفتحت بيتك من غير ما تحس. كويس جدا. وديتك كمان مرتب على عملك. لان انت بيع اي حد النهاردة ممكن نبيع. اي حد. ننصح للاستاذ المشاهدين يعني ننصحهم ان هما اي حد يعني الموضوع عايز ثقة برضو اكتر من هو عايز حضرتك الجماعة دي في محامة حضرتك بيبقى فيه وصولات امانة بيبقى فيه برضو مسجلة بيبقى فيه مصداقية ان انا فتح المكان الافضل ليه ان انا افتح المكان في بيتي اللي هو بتعيلتي بتابويا وامي وعمامي وخلاني بتعيلة يعني انا مش ساكن ده مكاني مش هبيع عشان واخسر سمعتي عشان خطر الالف جنيه هو المشروع ده ليه حاجات معينة ممكن تعملها ولا انت اصدق ممكن هو الافضلية طبعا انت عارف طبعا ان احنا الفترات اللي جاية ديت هنخش على كورونا تاني ان انا افتح الاماكن اللي في الاول اللي هي مش هتتقفل زي الفرنة زي السوبر ماركت زي محل الاكل دي افضل حاجة نياه تتفتح طب انا بقى سبعة سنينة بيش طب نسبة النجاح والفشل هي ما فيهاش اي فشل ليه بقى حضرتك انت بتفتح الحاجات فاتح سنترل ما علشي النهار ده انت كان بيتا معا يعنى انت في بيت حضرتك кям واحد معا موبايل لا اقول كم واحد معاكم موبايل واحد موبايل اه 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 tipo انا بلعب على نقطة اللي انت محتاجه اللي انت محتاجه فينوه يعني انت معلشي ما بتاجرش في الخسارة الخسارة دي ات ما تنفعش تبقى مع واحد تاجر التاجر ده ما ينفعش ان انا اقولك انا اعتت 9 سنين في كل التجارة 9 سنين عشان انا اتفوق على اللي خدهم فاربعة. اللي اخد الجامعة فاربعة. طب انا عملت ايه في الخمس سنين دول? انا عملت الخمس سنين دول ان انا كنت بلف في البلد كلها بالموتسيكل بتاعي. بشوف الناس دي اتشغلها في ايه? اعود على كافيهات. اعود على اه روح اشتري حاجة. بتاخد افكارك من الشارع يعني. انا من تمانية وتسعين وانا في الشارع. طيب ايه ايه المشاريع اللي انت فتحتها غير السنترول ومنتجات التجميل? السنترول ده حضرتك انا نتكلم بقى في الفلوس بقى نتكلم بالارقام. ما نتكلمش كلام. نتكلم بالارقام برضه عشان المستمع يبقى فاهم. هو ممكن يعمل ايه في بلده? بيعمل ايه مثلا مع اصحابه? ايه اللي هو ممكن يأسسه هو ويفكر فيه ويرتبه? انا دلوقت النهاردة بقول اني اي جامعية انت بتخشها ما بتقبطش اكتر من اللي انت دفعته. كده احنا متفكين. هو اللي انت بتدفعه اعتبر ان انت بتقبطه. انا اول المحل اللي انا فتحته اه المحل ده بعد ما اشتغل فيه ستة اونفارة عملت له دراسة جدوة انه هو صفي ارباحه بالمتوسط اللي هو لو انا قلت مثلا اتناشر تلاتاشر عشرة قلت انه هو خمس تلاف جنيه. دي طبعا انا عشان فاتح سنترول طبعا هو المبلغ بيبقى اقبل من كده بس انا بتكلم على حسب الكورونا والجو وهتقفل ما عارفش تمان ساعات والكسة مثلا زي كده. اللي هو عامل احتمالات اللي هي الخسارة. صفي متوسط ربح اصدق? صفي متوسط ربح من العين. في قده في وقت قده? في شهر. في شهر خمس تلاف جنيه. خمس تلاف جنيه. خمس تلاف جنيه طبعا مش مبلغ يعني بالنسبة المكان مسلا بيبقى مفتوح زي كده اربعة وعشرين ساعة. آآ التاني مشروع عدرتك انا دلوقتي هلم كم مسلا من الجامعية? اربعين الف جنيه. زائد ارباح المشروع الاولاني يبقى كده خمسين اربعين الف جنيه يبقى انا كده كبرت المبلغ يبقى هكبر المشروع. ولكن اللي انا هفتحه اللي انا عملتله دراسة جدا برضو ان هو مش مكلف ويوفر معي اكتر من خمسة وعشرين الف. محلة هيبقى كبده مسلا واسجق وكريب وسوسيس وكفتة والحاجات دي كل الحاجات دي كلها العدة بتاعتها مكتوبة متسجلة عندي بالارقام برضو تمانا هقد ايه? لقيت ان الموضوع بتاعها كله مش هيكلف عشرين الف جنيه. وهيتبقى معي خمسة وعشرين الف جنيه. الخمسة وعشرين الف جنيه دي هجيب بيها مسلا مكانتين. اشارك التكويه. في مربع شعبي. اه مربع تعداد سكان الواحد هو هي الخصوص. اه مليون ونص نسمة عندك عايز بتنخل قريبة. منك عندك المرج قريبة. منك انت كده عملت معلش في فوست دايرة لا يقل فيها عن ثلاثة اربعة مليون نسمة. اه انت فكرتك لنا النهاردة للاستاذ المشاهدين النهاردة. ان ان اي حد شايف اي مشروع مش موجود او حاجة. مش هتعرف تعمله. ممكن تعمل جماعية. تعملهم. لوحدك لا. لوحدك لا. لوحدك في ظل الظروف النهاردة. ممكن ما يبقاش حد ما عابب لك غير المشروع ويقدر اعمل حاجة زي دي. طب اكمل. اه تفضل. طب. حضرتك انا كده المشروع التاني ده حضرتك. محتاج اعملها ادي. انا بتكلم على عربية مسلا كبدة. بتكلم على ايه على كرب ده صنيعي الواحده. وعربية يعني واخبار حضرتك. كل مشروع ليه عدد عمالة معي. ده العدد عمالة بتاع 24 ساعة هيقعد مثلا ايه هيشتغل فيه برضو ستة اونفار من احواج الناس اللي داخلين في الجامعية دي. يعني انت برضو هطيبها. انت بتنقي الناس اللي تشتغل في المشروع. طبعا. اللي مشتركين في العدد المشترك. طبعا. الاول اخلص الاربعين عشان يشتغلوا كلهم. اللي مش شغال يشتغل واللي شغال يزود داخله. فيه. يعني هو المشروع دوت للناس برضو من ضمن الاربعين اشتغلوا بيديهم. طبعا. طبعا. وبعد كده هيزيد معاك. طبعا. هيبقى ليهم مرتبات. طبعا. خارج الجامعية اخوالص انت كنك واحد غريب شغال. طب. هل بقى المشروع دوت بتعمل في اماكن معينة او في محافظات معينة دون الاخرى. لا انا كل مشاريع كلها انا كل مشاريع مختارة اعمل زي السمكة. ما عرفش اطلع برة دلوقت. انا اثبت نفس وجود الاول في مكاني. لا بكالم من الناس. في وسط المعرفة. اللي انا عايش معهم بقى لي خمسة وتلاتين سنة. طب يعني واحد تاني في محافظة تاني وعايز اعمل المشاريع دي. يعني. هيتسل علي. هكملو العشرة في المئة اللي هما الاخرانين. بس اكمل موضوع عشان الوقت بس ما يسه. طبعا. الوقت بيدل بسرعة وموضوع. عندك انت كده عندك هتفتح تلت مشروع. عندك مشروعين بيدخلو لك دخل وكل دخل بتاعهم متوسط خمس تلاف جنيه. زادوا معك المبلغ من اربعين الف جنيه اللي هي اساس الجامعية. بيعندك خمسين الف جنيه. الخمسين الف جنيه كده الموضوع بيكبر معك. عندك سجل تجاري وبتاع ضربية. افتح لسوبر ماركت هيجيلك التلاجات كلها ببلاش عشان خطر التلاجات. الشركات هتبقى عايزة تنزل لك المنتجات فهتنزل لك التلاجات ببلاش. افتح سوبر ماركت افتح 24 ساعة هيشتغل فيه. تلاتة عمالة بالنهار وتلاتة عمالة بالليل ادي ستة انفار برضو من اساس الجامعية. السوبر ماركت سهل جدا وبسيط اي حد يشتغل فيه. ادي ستة كمان وستة وستة ادي تمنتاشر في تلات مشاريع بس. كل واحد بياخد من الفين لتلات تلاف جنيه بتخصم منه الالف من غير ما يحس بيها وفتحت لك بيت وفتحت واشتغل. وممكن تبقى طالب على فكرة وتشتغل برضو وتساعد برضو اهل بيتك. طبيعي طبيعي. الرابع. اشتغلت في الرابع طبعا انت احسب لي متوسطات التلاتة خمستاشر ولا متر بيين بي خمسة وخمسين. الخمسة وخمسين. تعالى النهاردة نفكر نفتح فرنة. ليه? هنفتح فرنة الفرنة طبعا ما بتتقفلش. وقت الكورونا احنا مش عارفين الله اعلم الدنيا هتبع عاملة معانا ايه في اللي جاي? لو تعلمونا الغيبة اللي اخترتهم الواقع. فانت اختار اللي انت تفتحه ادي سوبر ماركت ودي فرنة ودي سنترال ودي كريب. ادي تلاتة مش هيتقفله. سنترال ممكن يتقفل معلش 8 ساعات. التلاتة اللي مفتوحين دول عندك الفرنة حسب التكلفة بتاعتها السير والحلة والطويل والعيش والدي والكلام ده كله والعمالة. الفرنة ديت ممكن تفتح لها مسلا بتاع 18 ساعة. 18 ساعة هيشتغل عمالة لا يقل عن خمس افراد. ادي خمسة وادي 18 اولين 23 فرد. 23 فرد واحدة كزا. هتفضل تفتح 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 تفتح. لغاية ما توصل للمشروع العيش اللي في عندك تسعة شغالين. متوسط ارباحهم خمس تلاف جنيه. الخمس تلاف جنيه ده والخمسة واربعين. اتضاف عليهم اربعين. بيهو خمسة وتمين. هتفتح لي بقى قفيه زي نادي للجمعية فقط. النادي ده اللي للجمعية فقط. ليه انا ما معايش ان انا اعمل كرنيب تلاتين او اربعين الف واخش نادي مثلا زي نادي معين مش هسكر اسماء. بس انا عايز حضرتك تيجي تتخطبني. تيجي تتكلم عن عندك مشكلة مع زوجتك. عندك مشكلة. عندك معلش بنت عايز تجاهزها. عندك. اه لو ما عندكش تراب مشترين. تراب بدل ما تفن في تراب صدقة. تبقى تراب دي هتملكك. عندك اللي اربعين شخص. املكهم العشر محلات مساهمين فيها. تخش محلك ده محلك. والله يا استاذ حسن يعني موضوعك ده مش عايز يخلص في الحلقة دي بس. ده عايز حلقات كتير جدا. ولازم توعدنا على هواء قدام السادة المشاهدين. انك تكون موجود معنا تاني عشان ندعم الفكرة مزبوط. ونيقدر نفيد الناس اكتر لانت عارف وقتنا دايق جدا وخلص بسرعة. فلازم نواجه رسالة للناس. وتقول اللي الوقت عن هامة ومشارطة ان هتبقى موجود معنا تاني في حلقات تانية. عشان نكمل الفكرة بتاعة تجدين. طب دي ممكن دي. يعني ما فيش مشكلة لو عايز تواجه حاجة سريعة. واجهة لا سريعة عشان. او جهة لا سريعة. الديعة ديت ان انا بقول لك فيها انت ووصلت العشرة المشاريع من اللي هي الالف جنيه بيه اتشريك في محل الى الاربعين. الاربعين دولين اللي انت شريك فيهم. هتلميلي الشهر اللي اتناشر والشهر التلطتاشر والشهر الاربعتاشر. من ارباح ومن سوابة. السوابة هي li 120ически40 في ثلاثة بمئة وعشرين والتوابة الكامن اللي هي الارباح المتوصله تلخمس تلاف في عشر مشاريع بمئة وخمسين الف. اجمعنا اتنين على بعد هيديكم ماتين وسبعين الف حولهم لدولار حولهم لدولارات وسافر عالصين. لما تسافر عالصين هتشوف بلد تانية خالص هتشوف تجارة تانية خالص هتصمم لك اللي انت على هواك بعايزه كتمن. هتوح له هنا بقى. ابدأ انا جيب بداعا لنفسي واعيش. الله ينور عليك. وهتشغل برضو الاربعين زي الدريفرين. في جميع المحافظة. طبعا ده كلام جميل جدا. بس هنتير عالصين بعد انتهاء كورونا عشان ما نجيبش كورونا جديدة تاني. حسن تنورتنا وشرفتنا. انا. يوعدنا يوعدنا اولا. يوعدنا اولا. انا وعد مني ان انا في اي وقت هتطلبوا ان انتم تتكلموا معي هتلاقيني موجود. طبعا تنورنا في اي وقت وشرفتنا النهاردة. انا اتشرفتنا. الوقت مع حضراتكم خرز بسرعة وانتهى وجري بسرعة جدا اعزائي المشاهدين. وفي وجهة السريعة احنا اتكلمنا في نص الاولاني طبعا عن الاخلاق. لازم الاخلاق ولازم ترببنك. ولازم تعرفه ان الاثل دوت اشد حاجة عند ربنا سواحيات على. ولازم نهدى بقى ونفكنا من البلطقة والاجرام والكلام دوت انت رايح المعهد او رايح في اي مكان. او حتى في اي قصة انت شايف نفسك غيرها. فما يعني ما 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 تبليش الناس. ما تبليش الناس. صحيح. وكمان مش عايزين اه الناس تنسى اتبعونا على صفحاتنا على فيسبوك برين بلادنا الحلوة. وقنابتها على اليوتيوب برنامج بردنا الحلوة. وعلى تيك توك برنامج بردنا الحلوة. ماشا. ويعني. سلام عليكم. وفي النهاية احب اشكر القائمين على البرنامج اه مدير الانتاج الاستاذ نصر الشاهد. ونائب المدير الانتاج الاستاذ احمد حافز. والمخرج الشاطر جدا اللي تفتكروا اسمه عشان اسمه بعد كده هتسمعوه كتير في اعلى حتة في مصر. هو المخرج الشاطر والستاذ محمد الكلاني. محمد كلاني. وطبعا بنشكر القائمين على الكاميرات والهندسة الصوتية واسس محمد الشايد. ودولة القناة طبعا. وان شاء الله انتظرونا الجمعة الجاية الساعة تمانية اوروبا. في برنامجكم بلدنا الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.